شاركت هيئة الدواء المصرية في الدورة التمهيدية الخاصة بتطوير وتصنيع المستحضرات الدوائية الحيوية بكوريا الجنوبية وتم خلال الدورة تدريب على المعايير الدولية للجودة لتطوير وتصنيع اللقاحات والمنتجات الطبية الحيوية المعروفة باسم الممارسة السريرية الجيدة وأيضا التدريب على ممارسة التصنيع الجيد وأساسيات السلامة الحيوية كما قام المتدربون بزيارة العديد من مصانع وشركات المستحضرات الحيوية بكوريا الجنوبية يأتي هذا في إطار حرص الهيئة على دعم وتشجيع قطع المستحضرات الحيوية في مصر والتحديث المستمر لأليات العمل الرقابي بما يتماشى مع أحدث معايير الجودة العالمية